إذن هذا هو الفيديو الأخير من السلسلة التعليمية الخاصة في تطوير بنامج إدارة المبيعات باستخدام لغة البرمج C-Sharp مع النمط Windows Form في منصة عمل في Dual Study وطرقنا خلالها إلى كثير من التقنيات الحديثة المستخدمة حاليا خلال عملية تطوير المشاريع البرمجية على مستوى التصميم وعلى مستوى التطوير وعلى مستوى التعامل مع قواعد البيانات تبتدين المشروع من عملية تحليل إلى عملية تصميم وتطوير وتحزيمه وإذن طرقنا إلى برامج ثانية خاصة في عملية التحزيم كبرنامج Advanced Installer وشرحنا في التفاصيل إذن هنا بعد هذه الدورة تقريباً يعني الزمن الكلي لها تقريباً هو ثمان ساعات إذا أريدنا أنه تركز على الأمور الجديدة فيها فهي تقريباً ثلاث ساعات أو أربعة ساعات والباقي كله مكرر أعمال مكررة عدنا فالآن ما هي الخطوة التالية عدنا الآن تقييم البرنامج تقييمه ليس فقط على التصميم اللي موجود أوكي تقييم البرنامج يكون على الحماية الخاصة فيه باعتبار أنه برنامج إداري إذن لابد توفر حماية بالنسبة للداتة اللي موجودة عدنا تمام؟ النقطة الثانية على أداء البرنامج لازم أن يكون البرنامج ما يستهلك موارد أجهاز ويبدأ أنه ينفذ المهاب بسرعة عالية هذه الأمور يعني أداء والحماية تكون يعني تركز على كيفية استخدام النمط البرمجة كائنية التوجه أوكي بشكل صحيح لعمل البرنامج الخاص فيك الآن إحنا خلال مشروعنا ما تعمقنا كثيراً في البرمجة الشيئية كنا نستفاد من عملية تكرار التصميم وتكرار الكود وبدينا في تضمين الصفحات بدلاً من إنشاء الاحتماد على الفورمات وتقريباً هذا الشيء جيد بالنسبة لعملية أداء البرنامج الآن يمكن أنه أيضاً تحتمد على تتعمق أكثر في البرمجة الشيئية وتبدي إنه أصلاً ما تحتاج إلى تكرار أي كود أو تكرار أي عملية تصميم تبدي تعتمد على الوراثة والأمور الخاصة في البرمجة الشيئية إذن هذا رح يكون توجهنا هذا رح تكون عندنا الخطوة التالية إن شاء الله رح نبدي إن شاء الله نعمل مشروع مستقبلاً أيضاً باستخدام لغات البرمجة الشيئية لكن رح نحتمد على أن ماض تعطينا أداء أعلى وتعطينا حماية أعلى إذن شكراً لمشاهدة شاهدكم في كورسات أخرى ترجمة نانسي قنقر